صاحب المولد غير ملتزم يتحمل فرق السعر ما بين التجاري وما بين السعر المدعوم بمعنى أنه أي صاحب مولد يثبت أنه غير ملتزم بالتسعيرة يتحمل الوقود الذي استلمه من شركة ترزيع المنتجات النفطية المدعوم يتحمل بالسعر التجاري فيدفع الفرق ما بين 100 دينار و 700 دينار كما نص قرار مجلس الوزراء إذا نرجع إلى مخرجات جلسة أحد الجلسات قبل بداية شهر الصيف آخر ثلاثاء في شهر حزيران تحديدا ألزمت الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات بمراقبة أداء أصحاب المولدات من حيث ساعات التجهيز ومن حيث الأسعار وألزم الحكومات المحلية بتحديد الأسعار علاقة شركة ترزيع المنتجات النفطية مع حصة كل مولدة باتجاهين إذا توفر شرطان لهذه المولدة يحدد هذه الحصة أولا مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية في المنطقة يعني كما تعلم يعلم المشاهد هناك تفاوت ما بين منطقة وأخرى محافظة وأخرى هذا التفاوت هو يدفعنا إلى التفاوت في حصص المولدات يعني ما أقدر أنا بمعيار واحد أجهز منطقة تجهيز الكهرباء بها 20 ساعة مع منطقة تجهيز الكهرباء بها 8 ساعات أو 10 ساعات كل ما يقل تجهيز الكهرباء الوطنية كل ما تزيد حصة المولدة داخل هذه المنطقة النقطة الثانية والشرطة الثانية هو الطاقة التوليدية للمولدة نفسها يعني لو افترضنا أنه يكون مولدة ألف كيفي هذا الألف فيه أربعين يعني حصتها تكون أربعين ألف هذه العوامل العاملين أولا ترفع الكهرباء الوطنية والثانية الطاقة التوليدية للمولدة هو اللي يحدد حصة المولدة